اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن تحاليل الغدد الدرقية ازاي تعرف تقراها واتكلمنا في فيديو تاني عن نشاط الغدد الدرقية واتكلمنا في فيديو تالت عن خمور الغدد الدرقية هسيب لك اللينكات بتاعتهم تحت تقدر تشوفهم اما النهاردة هنتكلم على العقد او الكتل او الكلاكيع اللي ممكن تكون في الغدد الدرقية بنقول عليها والحلقة دي مخصصة للأطباء والطاقم الطبي فقط وما تنساش في البداية وانت لسه مصحصح معايا كده اعملي لايك للفيديو لو اي شخص عنده حجم الغدة الدرقية كبير فده بنقول عليه الجويتر سواء كان معاه نشاط في الغدة الدرقية او خمول في الغدة الدرقية او حتى وظيفها طبيعية طالما الغدة كبيرة بنقول عليها جويتر والجويتر ده في منه اشكال او انواع ممكن تكون الغدة الدرقية كلها كبيرة بشكل متناسق في الحالة دي بنقول عليه سيمبل ديفيوز جويتر او ممكن يكون فيه عقدة واحدة او كتلة واحدة هي اللي كبيرة سوليتري ثيرويد نوديول او ممكن تكون الغدة فيها عقد كتير او كلاكيع او كتل كتير بنقول عليها في الوقت ده مالتي نوديولر جويتر وهم دول اللي هنتكلم عنهم في الفيديو بتاع النهاردة بالنسبة للأعراض اللي العيان ممكن يحس بيها لو عنده عقد او كتل في الغدة الدرقية فممكن العيان ما يحسش بأي اعراض اصلا ونكتشف الموضوع ده بالصدفة لما نيجي نكشف عليه وممكن لو العقد او النيديولز دي عاملة نشاط في الغدة الدرقية فالعيان هيحس بأعراض نشاط الغدة الغدة الدرقية زي سرعة ضربات القلب والعصبية والحاجات اللي اتكلمنا عنها في الفيديو بتاع نشاط الغدة الدرقية كمان لو العقد دي حجمها كبير وعملة مشكلة في الرقبة فالعيان ممكن يحس باختناق ممكن يبقى معاه صعوبة اثناء البلع ممكن يبقى مش عارف يتنفس كويس وممكن يبقى معاه قلم في الرقبة احيانا الجويتر دي يكون حجمه كبير جدا لدرجة انه ينزل للصدر سبستيرنال جويتر ويبدأ يعمل مشاكل في الصدر اما بالنسبة للسبب ليه العقد او النوديولز دي بتظهر في الغدة الدرقية فمش معروف تحديدا لكن في عوامل ممكن تكون مساعدة في الموضوع ده زي مثلا نقص اليود في التعام وزي مثلا العوامل الجينية المرضى اللي عندهم عقد او نوديولز او كتل في الغدة الدرقية بيكون همهم الاول والاخير ان ما يكونش العقدة دي فيها سرطان وطبعا دي نقطة مهمة لازم تخلي بالك منها في عوامل كده لو لقتها لازم تخلي بالك شوية من العيان ده وتكمل فحصاته عشان تتأكد ان ما فيش فيه سرطان زي مثلا لو كان العيان ده سنه اقل من عشرين سنة او اكتر من سبعين سنة العيان ده تخلي بالك منه لو كان العيان ده زكر ميل لو كان فيه تاريخ مرضي عند العيان ده انه كان عنده سرطان في الغدة الدرقية قبل كده لو العيان ده كان عامل علاج اشعاعي على الرقبة قبل كده لو العيان ده عنده عقد لنفوية كبيرة في الرقبة أو لو كان معاه صعوبة في البلع أو تغيير في الصوت بتاعه لو كانت النديولز دي فيرم هارد يعني نشفة وإيم موبايل يعني مش بتتحرك يعني زي ما تكون لزقة في العظم اللي تحتها لازم تخلي بالك منه برضه وعلى النقيد في عوامل تانية تطمنك شوية إن الموضوع ده بنين أو حاجة حميدة مش ورم سرطاني زي مثلا لو العيان ده عنده تاريخ في أسرته لأمراض مناعية للغدة الدرقية زي الناس اللي عندهم هشيموتو ثيروديتس أو لو عنده تاريخ في الأسرة بتاعته برضه لكتل حميدة في الغدة الدرقية أو لو كان العيان اللي عنده النديولز دي معاه هايبر أو هايبو ثيروديزم يعني معاه نشاط أو خمول في الغدة الدرقية دي بتطمنك شوية لو كان في بين وتندرنس يعني ألم لما تيجي تلمس هذه النديولز برضه دي حاجة بتطمن شوية كمان لو النديول ده أو الكتلة دي حجمها صغير ولو كانت طرية وبتتحرك مش لزقة في العظم أو مش سبتة في مكانها وطبعا كل العوامل اللي أنا قلتها في الحالتين دول مش أكيد مية في المية الطب مفهوش قاعدة مية في المية يعني ممكن يبقى العيان معاه عوامل من اللي تطمنك ويطلع عنده في الآخر سرطان ممكن يبقى العيان عنده عوامل من اللي تخوفك ويطلع معانتوش حاجة لكن انت لازم تخلي بالك من العيان بتاعك وتكون حازر معاه ودي كلها مجرد خطوط عريضة إرشادية مش أكتر لو انت شاكك في العيان بتاعك استمر في الفحوصات اللي هنقولها بعد شوية الفحوصات للعيان اللي عنده اول حاجة هو تحليل تي اس اتش والفري تي فور وممكن تي ثري عشان تشوف العيان ده عنده نشاط ولا كسل في الغضة الدرقية ولا موضوعه ايه بالزبط كمان انت لو شاكك ان العيان عنده اوتو اوميون ثايرويد ديزيز يعني عنده مرض مناعي هو المشكلة فممكن تعمله تحليل انتي تي بي او انتي بودز وممكن تعمله تحليل انتي تايرو جلوبيلين انتي بودز بعد كده الصنار على الغضة الدرقية ودي حاجة مهمة جدا وامان تماما مفيش منها مخاطر وبتديك وصف مهمة جدا للنوديولز دي عددها شكلها حجمها ومع انها مش بتسخص اذا كان سرطان ولا مش سرطان لكن بتديك وصف دقيق يرشدك للتشخيص الصحيح وكمان في دلوقتي اضافات على الصنار بتساعد كتير زي مثلا الهاي ريزوليوشان تسونجرافي ويز دوبلر اللي معها دوبلر اما الفحص يعتبر الاول والاخير فهو العينة اللي بتتاخد من الغضة الدرقية من النوديولز دي او من الكتل دي لتحليلها وفحصها تحت الميكروسكوب اللي هي فيل نيدل أسبيريشن بيوبسي عينة عن طريق سيرينجة او إبرة بناخدها من النوديولز دي ده برضو فحص مهم جدا جدا يعتبر رقم واحد ودقته بتصل لتسعين في المية لما بتعمل الفحص ده النتيجة بتجيلك بحاجة من خمس حاجات مهمين جدا يأما تطلع بينين يعني حميد الحمد لله مفيش ورام ولا حاجة يأما أتيبية يعني لسه بين البنين يأما فوليكولر نيوبلاز يأما ساسبيشاس أوف ماليجنانسي يأما ماليجنانت مشاكل الفحص ده إن ساعات بس العينة تبقى هايبو سيلولار يعني مفهاش خلايا كافية للفحص أو يكون فيها هاي فوليكولر سيلولاريتي والمشاكل دي بقوا يتغلبوا عليها شوية عن طريق استخدام الصنار أثناء أخذ العينة أما بالنسبة للسينتوجرافي أو الراديو أكتوف أيضين أبتيك اللي هو ندي العيان يود مشاع ونشوف الغدة بتستهلك اليود إزاي والعقد أو النديول زي دي بتستهلك اليود إزاي بنشوفها يعني هل هي بتستهلك اليود أكتر فبيقولوا عليها hot نديول ولا بتستهلكه بشكل طبيعي زي باقي الغدة فبيقولوا عليه warm نديول ولا مش بتستهلك اليود خالص فبيقولوا عليها cold نديول فالتحليل ده أو الفحص ده ما بقاش يعتمد عليه بشكل كبير دلوقتي كمان بالنسبة للأشعة المقطعية أو أشعة الرانين أو البيتسكان فدول مش مهمين أو مش بينطلبوا بشكل روتيني لأي عيان ممكن نحتاجهم بس لبعض المرضى زي المرضى اللي عندهم جويتر كبير جدا واصل للصدر ممكن نطلب منهم حاجة من دول والبيتسكان هو اللي هيتم استخدامه في المستقبل بشكل كبير لكن حتى الآن استخدامه محدود علاج الثيرويد نديولز هيكون على حسب العينة قالت إيه بالزبط اللي هي في النيدل أسبيريشان بيوبسي لو النتيجة قالت إن دي فليكولر نيوبلازم أو ساسبشاس أو ماليجنانسي أو ماليجنانسي فالعين ده بيتحول جراحة عشان يشيل الغدة دي جراحيا أما لو كان نتيجة العينة إن هي أتيبيا فنعيد العينة بعد 6 شهور ولو طلعت بعد 6 شهور أتيبيا برضو يبقى في الوقت ده برضو تتزال جراحيا عن طريق الجراح طبعا أما لو نتيجة العينة كانت بنين فبنكتفي بمتابعة المريض ده بالسونار فقط ممكن كل سنة مرة وطبعا لو تغير حاجة وظهرت حاجات جديدة أو الحجم أو الشكل تغير بنعيد تقييم المريض من جديد ونشوف إيه المطلوب بالنسباله أحيانا يكون العينة عنده بنين نوديول يعني كتلة حميدة مفهاش ورم ولا حاجة لكن نشيله جراحيا زي مثلا لو كان حجمه كبير جدا زي مثلا لو كانت سيدة وعمل لها مشكلة في شكلها فالجراحة في الوقت ده لغرض تجميلي مفيش في مشكلة أخيرا لو كان العينة عنده سلوتري فيرويد نوديول يعني عنده كتلة واحدة أو عقدة واحدة بس وكانت يعني معاها أو نشاط في الغدة الدرقية العين ده في الغالب ما بنحتاج لهش فحوصات تانية وفي الغالب مش بناخد منه عينة لأنه في الغالب بيكون حاجة حميدة مش ورم خبيث وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم